أمبارح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات المهمة منها التدعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه في مراجعة بصفة دورية لموقف توافر السلع في السوق وقال أنه تم التنسيق مع مسؤولية الغرف التجارية علشان يكون فيه أسعار استرشادية عادلة للسلع وعلشان ما يكونش فيه أي مغالاة أو مبلغة في الأسعار أمبارح كان الاجتماع الأسبوعي للحكومة تم فيه استعراض الصورة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وده تمهيدا لإطلاقها رئيس الوزراء كان له تصريح وقال أن الاستراتيجية بتستهدف جعل مصر بوابة رئيسية في سوق السيارات الأفريقية النشئة مع تكوين علاقات تجارية واستثنارية قوية مع شركائها التجاريين الرئيسيين في المنطقة كمان مجلس الوزراء وافق إمبارح على تقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر زي تصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ده بالإضافة لمجالات الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وكمان تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين طبعا لا يخف على أحد الموقف المصري المحترم واللي حصل مع الطلبة المصريين اللي موجودين في الخارج وقت النزوء أو نشوء الأزمة اللي حصلت الفترة اللي فاتت وشفنا مع بعض إزاي تقير على طول راحت وجابة الطلاب المصريين وعشان كده كمان حنلاقي إن مجلس الوزراء إمبارح وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين اللي كانوا بيدرسوا في الجماعات الأوكرانية للجماعات الخاصة والأهلية في مصر وده تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم إقرار مجموعة من الشروط والضوابط منها إنه يمكن التحويل للكليات المناظرة وده وفقا للتخصص اللي كان بيدرسه الطالب في الخارج وتكون مدة الدراسة في الجماعات الأوكرانية مش أقل من عام دراسي كامل بعض صفحات السوشيال ميديا نشرت أخبار حول صدور قرار بإلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة للمعلمين في المدارس والاكتفاء بنظام التطوع فقط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التعليم ولنفت كل الكلام ده ولكن ما فيش أي قرارات صدرت بخصوص إلغاء العمل بنظام التعاقد بالحصة والنظام المعمول به حاليا ما فيش فيه أي تغير ده غير كمان إن دلوقتي بيتم الإعداد لمسابق التعاين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمس سنوات بإجمال 150 ألف معلم جديد وده لتلبية احتياجات تطوير التعليم على مستوى الجمهورية